كابتن سيف بلتلات لعيبة دول يتأيدوا في القايمة الأولى والرئيسية للنادي الأهلي بخصوص العيبة اللي كانوا مصابين بفيروس كورونا كانوا سبع لعيبة وعلى رأسهم رامي ربيع وياسر إبراهيم واحمد عبدالقادر الحمد لله كل اللعيبة دي كلها خفت وتبدأ تعود من بكرة إن شاء الله في التدريبات الجمعية للنادي الأهلي بخصوص أقرم توفيها كابتن شوبرين كان كلام من الجهاز الطبي وجهاز الإداري للنادي الأهلي السنين أقرم إن شاء الله هيرجع يوم السبتة يتعامل له فحصات تانية لأن الأشعة اللي اتعاملت هناك في الكابتن سيف ما كانتش محددة إن الإصابة هيقطع في الرباط الصليبي بس ممكن تكون واحدة معها حاجة في الغضروف لسه هيعملوا تحاليل وأشعة تانية عشان يتأكدوا من حجم الإصابة بالكامل ويحددوا بعدها إذا كان أقرم إذا كان هيسافر برة مصر حيسافر برة وإذا كان هيكمل ويعمل العملية هنا في مصر ويكمل علاجه هنا في مصر وليد سليماني يمكن خرج مبارح من قيمة النادي الأهلي شعوره بنظر برد وخرج برة القيمة يمكن دي أبرز الأجواء والكواليس هنا يا كابتن سيف من سيدة الأهلي والسلام وكلمة أعود إليك تفضل شكرا جزيلا لإزميلنا المتقلق إبراهيم عمر ودي كانت أخبار النادي الأهلي قبل المباراة نروح لعمر نبيل ونعرف أخبار الجنائية عمر سيدة تفضل تحقيق الحركة التنسية في زاهر ونجومة كالكبار في السوديد تحليلي طبعا لمباراة نادي الجونة أمام النادي الأهلي طبعا في كأس ربيطة الأندية المحترفة يمكن كلام من نجومنا الكبار في السوديد تحليلي عن كابتن ريدا شحاتة طبعا كابتن محمد فض حدث عن أن كابتن ريدا شحاتة يأخذ المباراة طبعا بجدية وبشدة بالفعل يا كابتن طبعا يعني هنا كل أجواء تؤكد أن فريق الجونة يخود هذه المباراة طبعا بالتشكيلة الأساسية يمكن كابتن ريدا شحاتة كان في حديث خاص قبل المباراة وتحدث عن أهمية طبعا هذه البطولة وهي فرصة كويسة من أجل يعني تجربة لعبين جداد ومن أجل تجربة اسلوب وخطط لعب جديدة كتنفعه طبعا في مباراة الدوري عند العودة لمباراة الدوري طبعا قالك إن فرصة إلا أنه لعبد نادي الأهلي طبعا في المباراة الرسمية قالك لو جيت لعبد نادي الأهلي في مباراة الدوري طبعا مش هلاقي طبعا المباراة ديت ولكن النهاردة بلاعبد نادي الأهلي في البطولة الرسمية أكيد ده بيبقى احتكاك قوي ليه واللاعبته وفرقته من أجل طبعا يعني زيادة ردم الفريق في المباراة القادمة كمان يمكن كابتن ذريد الشحاتة يعني خلاص حدد احتياجاته كابتن سيف في فترة الانتقالات الشتوية وحدد لو محتاج مركزين بالأخص طبعا في وسط الملعب وفي مركز المهاجم وتم طبعا الاتفاق مع مهاجم أفريقيا وأيضا لعب خطة وسط أفريقيا سيكون متواجد طبعا مع فريقا الجونة في طبعا فترة الانتقالات الشتوية خلينا نكلم هنا نكلم لك عن العروض المقدمة لأحد لعيبي طبعا فريقا الجونة وهو اللاعب محمود الغرابا وحريس المرمى تلقى عرضين من المقاصة وأيضا من شرقيل الدخان لكن النادي الجونة ومسؤولي حددوا السعر الأعلى هو من سينتقل إليه طبعا اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية القادمة كابتن سيف وانجومك الكبار يمكن دي أبرز الأخبار والكواليس لفريقها الجونة قبل مباراته المهمة طبعا مع النادي الأهلي في كأس البيتة الاندية المحترفة الآن كلم لك وانجومك الكبار في السيدي تحليل التفضل